قصف غير مسبوق لقوات النظام وروسيا يستهدف مراكز حيوية بإدلب ويوقع عشرات الضحايا تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا وترسل رتلا إلى قاعدة بين جرابلوس ومنبج المجلس المحلي في مخيم الرقبان يناشد الأمم المتحدة التدخل لإنقاذ آلاف المدنيين من الموت أهلا بكم مشاهدين في نشرة الأخبار من قناة حلب اليوم دانا لامين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش الهجمات التي تطال المدنيين ومنشآت طبية وخدمية في محافظة إدلب وأكد أنه تم استهداف مشفى معارة النعمان الذي تم تقاسم إحداثياته مع روسيا من خلال آلية الأمم المتحدة لخفض التصعيد على وقع التصعيد المستمر في إدلب توسع طائرة النظام وروسيا من دائرة استهدافها للمشآت الطبية والخدمية في المحافظة قصف المنشآت الحيوية في إدلب طال بحسب الأمم المتحدة 29 حادثة شملت هجمات على 45 منشآت صحية وموظفين إضافة لـ 45 اعتداء على المدارس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش دان الغارات الجوية التي تضر بالمدنيين في شمال غرب سوريا بما في ذلك التي تستهدف المنشآت الطبية وعمال الإغاثة جوتيرش أكد استهداف الطيران الحربي مستشفى معارة النعمان أحد أكبر المستشفيات في المنطقة والذي تم تقاسم إحداثياته مع روسيا من خلال آلية الأمم المتحدة لخفض التصعيد كلام جوتيرش سبقه تصريحات لمسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك أثناء جلسة لمجلس الأمن الدولي الشهر الماضي طالب خلالها روسيا بتقديم توضيحات بشأن كيفية استخدام إحداثيات المراكز الطبية في إدلب للمرة الأولى منذ إطلاق نظام الأسد وروسيا حملتهما العسكرية على إدلب يشن الطيران الحربي التابع للنظام غارات جوية طالت الأحياء السكنية في مدينة إدلب ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين القصف الجوي للنظام وروسيا طال أيضا سراقب وأخان شيخون ومعارة النعمان وجسر الشغور وأريحة استهداف المدن الكبرى في إدلب والمكتظة بالسكان والنازحين سبقته معارك عنيفة على جبهة الحماميات شمال حما حيث تمكنت قوات الأسد من استعادة السيطرة على القرية وتلتها بعد ثمان عمليات اقتحام وعشرات الغارات الجوية معنا من الحدود التركية السورية مراسل حلب اليوم أدياب الحمدو أهلا بك أدياب برأيك أو وفق المعلومات التي لديك كيف بدت مناطق إدلب وحماء اليوم في ظل القصف الذي طالها من قبل قوات النظام وروسيا نعم حلى بعد سيطرت قوات النظام والميليشيات المساندية لها على قرية الحماميات وتلتها الاستراتيجية استهدف الطيران الحربي التابع لقوات النظام وروسيا عدة مدن ومناطق في الشمال السوري أبرزها مدن أريحة ومعرض النعمان ومدينة إدلب أسفر هذا القصف عن مقتل خمس مدنيين وأكثر من عشرين جريح في مدينة أريحة كون المدينة متضى بالمدين والنازحين استهدفت الغارات تحكياء سكنية بالإضافة إلى صفوط قتيلين وعشر جرحة في مدينة إدلب بالإضافة إلى صفوط قتيلين أطبال وحوالي عشر جرحة في مدينة النعمان بالإضافة إلى خروج فرن إنتاج في الخفز في مدينة النعمان عن القطف بسبب استهدفت إحدى الغارات في هذا الفرن بالإضافة استهدفت الطيران أيضا مدينة كفرزيتا وقرى الجساك والأربعين وزكاة في الغارات التي تصرب في الصخر عفوا في الغارات شريك الإنفجار وصواريخ قراغية أدت إلى دمار واسع في المتركات نعم أدياب أفق ما تتحدث عنه إذن كيف تبدو الحالة الإنسانية وخاصة بعد قصف مراكز حيوية كما تحدثت للدفاع المدني ومشفى أيضا في جسر الشغور بالنسبة للحالة الإنسانية حقيقة حالة إنسانية مزرقة هناك حركة تجاه مناطق الشمال السوري والهدود السورية بعد استهداف مراكز حيوية ومدن طبق النازل فيماس كان في مناطق الشمال السوري طيب بشكل سريع دياب تطورات المعارك في ريف حما كيف تبدو بالنسبة للمعارك بعد سيطرة قوات النظام والميليشيات المساندة لها على قرية المنطقة التي تستراتيجية تبدو الأمور هات نوعا ما تهتفت فصائل المعارضات جمعات قوات النظام في قريتي أرصيف والجيش في منطقة سهل الغاب في ريف حما الغرب الآن القضاء هو قصد جوة ومدفع ينكبر قوات النظام على مناطق سيطرة المعارضة سواء في ريف حما أو في ريف حما نعم أشكرك جزيل أشكر دياب الحمد ومراسل حلب اليوم كنت معنا من الحدود التركية سوريا ذكرت صحيفة تأيين شفق أن تركيا وضعت قواتها المنتشرة على الحدود مع سوريا في حالة تأهب قصوى بعد أن عقدت قوات يابيغي سلسلة اجتماعات مع أمريكيين ودول خليجية في المناطق التي تسيطر عليها وأضافت الصحيفة أن الجيش التركي نشر أكثر من خمسين دبابة وبطارية مدفعية على الحدود التركية المقابلة لمنطقتين الأبيض ورأس العين كما تم استدعاء قادة حدات الجيش التركي وجيش الحر لعقد اجتماع في العاصمة أنقرة هذا ودخل رتل عسكري تركي إلى الأراضي السورية وتوجه إلى قاعدة عسكرية تركية بين مدينة تيجرابلوس ومنبج بمحافظة حلب وفادت وكالة سمارت بأن أكثر من أربعين آلية عسكرية محملة بجنود منها نقلات وقود ودبابات دخلت من معبر كاركاميش لتستقر في القاعدة العسكرية في جرابلوس وأوضحت المصادر أن هذه التعزيزات هي الأولى من نوعها بهذا الحجم والتي تصل إلى القواعد التركية في المنطقة حددت روسيا الموعد النهائي لعقد الاجتماع الدولي حول سوريا المقرر عقده في العاصمة الكازاخية نور سلطان ونقلت وكالة سبوتنك عن نائب وزير الخارجية روسي ميخايل بوغدانوف أن الموعد النهائي لاجتماع صيغة أستانا سيكون في الأول والثاني من آب المقبل مشيرا إلى أن الموعد متفق عليه مع جميع الأطراف المعنية التي قد تشارك في الجلسة وأوضح بوغدانوف أن الوفد الروسي يقوم بجولات بين طهران وأنقرة ودمشق لإكمال المباحثات حول الموضوعات المهمة أعلنت وزارة دفاع تركيا أنها تسلمت الأجزاء الأولى من منظومة S400 الصاروخية الروسية وأن عملية التسليم ستستمر في الأيام المقبلة على أن يبدأ تركيب المنظومة في مرحلة لاحقة وقالت الوزارة أن شحنة الأولى من أجزاء المنظومة الروسية بدأت تصل إلى قاعدة مرتد العسكرية في العاصمة أنقرة وهددت الولايات المتحدة تركيا بعقوبات إذا مضت في إتمام الصفقة الروسية لكن أنقرة ترفض تلك التهديدات وتعتبرها لا تلق بدولتين عضوين بحلف شمال الأطلسي وثقت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة نحو أربعين حالة لأطفال حديثي الولادة تخلى عنهم ذوهم في ريف حلب الشمالي ومحافظة إدلب خلال عام 2018 والنصف الأول من العام الحالي وفي تقرير أن أصدرته المنظمة الحقوقية غير الحكومية سجلت وفاة 12 طفلا رضيعا كانت مرميهم في الشوارع وأمام المباني السكنية والمساجد وذلك بسبب تأخر العثور على بعض الأطفال وإسعافهم إلى المراكز الطبية وفق المنظمة وعز التقرير أسباب تزايد حالات التخلي عن الأطفال حديثي الولادة إلى الفقر الذي تعالي منه آلاف العائلات خاصة في مخيمات النزوح إلى جانب انتشار ظاهر التزويج القاصرات من مقاتلين أجانب كما حذرت المنظمة من التداعيات الخطيرة على مستقبل هؤلاء الأطفال الذين سيواجهون مصائر مجهولة مشاهدين نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعض الفاصل بمشاركة سبع عشرة دولة إسطنبول تحتضن المعرض الأول للتمور والفواكه المجففة اشتركوا في القناة 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 مرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام في نشرة أخبار منتصف والتي تحدثنا في جزئها الأول عن القصف المكثف الذي شنه قوات النظام وروسيا على مناطق في إدلب وخلف عشرات القتلى وجرحة وتسبب بخروج مراكز حيوية عن الخدمة وفي متابعتنا لتفاصيل هذه النشرة وجه المجلس المحلي بمخيم الرقبان على الحدود السورية الأردنية والمحاصر من قبل قوات النظام وجه نداء استغاثة إلى الأمم المتحدة وللعالم لإنقاذ أهالي المخيم من الموت جوعا وطالب المجلس المحلي إنقاذ المخيم من الموت بإضل إغلاق طرقات من قبل روسيا وفرض سياسة التجويع أو الرجوع إلى مناطق سيطرات الأسد كما ناشد الأمم المتحدة التدخل لإنقاذ تسعة آلاف نسمة محاصرة في المخيم عبر إدخال كافة المساعدات أو فتح طرق باتجاه الشمال السوري ينضم إلينا عماد أبو شام الناشط الإعلامي من مخيم الرقبان أهلا بك عماد كيف يبدو الوضع الإنساني في مخيم الرقبان وما أهم الاحتياجات لقاطني المخيم أهلا وسهلا بك أختي الكريمة والمشاهدين طبعا مخيم الرقبان منذ 9 فبراير 2016 أطبق عليه الحصار بشكل كامل من قبل المحتل الروسي وأيضا قوات النظام السورية المتمركزة حول منطقة الخمسة وخمسين هدفهم من هذا الحصار الصراحة أن أبطيه هو إخضاع أهالي مخيم الرقبان لقبولهم بالمصالحة التي تم عرضها على أهالي مخيم الرقبان وفرض عليهم العودة إلى مناطس سيطرة النظام في فترات السابقة أختي الكريمة عاد نحو 15 ألف شخص من مخيم الرقبان إلى مناطس سيطرة النظام بقي في مخيم الرقبان نحو 17 ألف لاجئ ونازح في مخيم الرقبان يعانون شتى أنواع الظروف الإنسانية انقطاع كامل المواد الغذائية داخل مخيم الرقبان مادة الطحين تنقطع بين الفترة والأخرى قوات النظام في حال ألقت القبض على أحد المؤربين الذي يقوم بإدخال مواضي ذائلة مخيم الرقبان يقوموا بإعدامهم ميدانيا الوضع الصحي متردد داخل مخيم الرقبان أختي الكريمة بسبب عدم وجود أدوية داخل مخيم الرقبان وأيضا حليب لأطفال أختي الكريمة لا يوجد عبوة حليب أطفال داخل مخيم الرقبان يعانون أهالي مخيم الرقبان لو تعطي عماد كم تبقى من النازحين داخل المخيم؟ بقي 17 ألف نازح داخل مخيم الرقبان يوجد قسم من الأجلية مخيم الرقبان أو من الشبان مخيم الرقبان صراحة نقطة ذهبوا إلى الشمال السوري عبر طرقات تهريب محفوفة بالمخاطر صراحة نقطة الكريمة طرقات تمر بمناطق سيطرة داعش في البادية السورية وأيضا مناطق سيطرة النظام ومن ثم إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ومن ثم إلى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة جيس الحرب في الشمال السوري عماد هناك خطة قدمتها الأمم المتحدة لنظام الأسد من أجل إغاثة مخيم الرقبان هل اطلعتم أنتم كأهالي داخل المخيم؟ هل اطلعتم على تفاصيل هذه الخطة؟ أختي الكريمة يؤسفني أن أقول لكم أن الأمم المتحدة هي شريكة بحصار مخيم الرقبان صراحة نحن ناشدنا الأمم المتحدة عدة مرات وأيضا تم إيصالنا بهذه الرسالة التي قاموا ناشد بطلبها من قبل قوات النظام أو مطالبتها من قبل قوات النظام بإدخال مساعدات الإنسانية ولكن الأمم المتحدة قادرة على أن تدخل من الجهة الأردنية من الجانب الأردني يجب أن تضغط على الجانب الأردني لإدخال مساعدات الإنسانية أن لم يمكن إدخالها من مناطق سيطرة النظام طيب ماذا تقصد بأن الأمم المتحدة هي شريكة للنظام؟ ماذا تقصد تحديدا؟ نعم نعم أخت الكريمة في 9 فبرايرا 2019 أخت الكريمة كان آخر دخول للأمم المتحدة إلى مخيم الرقبان بعدها قاموا بالاستبيان داخل مخيم الرقبان وهذا الاستبيان كان عبارة عن أسئلة موجهة للاجئين داخل مخيم الرقبان عن في حال تم تفكير مخيم الرقبان إلى أين سيذهبون فحسب إحصائياتهم قالوا أن 98% من نعاري مخيم الرقبان يرغبون بالعودة إلى مناطق سيطرة النظام أخت الكريمة من خرج من داخل مخيم الرقبان مناطق سيطرة النظام هم 15 ألف شخص داجئ ذهبوا إلى تلك المناطق ومعظمهم ذهبوا من مناطق سيطرة النظام إلى الشمال السوري صراحة أخت الكريمة ومتحدة شاركت باجتماع الذي عقيده من أجل مخيم الرقبان في منطق تجلغم كانت مشرفة على عملية المصالحة التي جرت يوجد 37 شخص تم اعتقالهم في الأفرع المخابرات الجوية بمدينة حمص الأمم المتحدة كانت راعية لهذه العملية المصالحات نسألهم أين 37 شخص الذي تم اعتقالهم في مدينة حمص أشكرك جزيل أشكر الناشط الإعلامي عماد أبو شام حدثتنا من مخيم الرقبان كشفت هيئة الاقتصاد والزراعة التابعة للإدارة ذاتية أن كمية القمح التي استلمتها من المزارعين لا تكفي لسد حاجة المنطقة من الطحين والبدار في العام المقبل وقال رئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة التابعة للإدارة ذاتية سلمان بارودو أن احتراق مساحات كبيرة من حقول القمح وإصابتها بالآفات الزراعية كان لهما تأثير كبير على الإنتاج احتفل البرلمان البريطاني بمرور 160 عاما على قرع جرس ساعته الشهيرة بيكبان لكن الجرس الشهير لن يدوي للاحتفال بهذه المناسبة لأن برج الساعة في منتصف عملية ترميما كبيرة وذكرت وكالة ريترز أنه بسبب المشروع أصبح برج إليزابيس الذي يبلغ طوله 96 مترا والذي ويعد من أكثر المباني التي يتم تصويرها في بريطانيا مغطا باستقالات لإعادة تلميع واجهات ساعته الأربعة وطلاء الأجزاء الحديدية وتنظيف وترميم الواجهة الحجرية المنحوطة سبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات قرب مدينة جرابلوس بريفي حلب مشاكل عدة لا سيما على الصعيدين التجاري وزراعي شرقية مدينة جرابلوس بمئات الأمتار يدخل نهر الفرات في أول مدينة سورية في ريف حلب الشرقي يكون مقصدا لإهالي المدينة والمهجرين إليها هاربين من الضجيج وليروحوا عن أنفسهم برفقة عائلتهم كونها الوجهة السياحية في المدقة ارتفاع منسوب مياه الفرات يهدد أصحاب الأراضي الزراعية بغمر أراضيهم القريبة من ضفة الفرات الغربية ويحرمهم من زراعة إراضيهم التي تساهم بشكل كبير في معيشتهم مع ارتفاع أسعار الخضروات والمحاصيل الزراعية فيما تشكل مياه النهر المصدر الرئيس للرعي المجلس المحلي لمدينة جرابلوس اكتفى بنشر تحذيرا للمزارعين وزوار النهر بعدم الاقتراب من المياه وأخذ التدابير اللازمة التي يجهلونها فيما يبقى هاجس المزارعين هو أن تضحي أراضيهم جزءا من نهر الفرات يزداد منسوب مياه نهر الفرات تارة وينخفض تارة أخرى ليحطم أمال المزارعين مع ارتفاعه وتعود البسمة إليهم مع انخفاضه متأملين بحل جذري لهذه المشكلة بدركجك حلب اليوم ريف حلب الشرقي أقامت جامعة أزهراء في مدينة غاز عنتابة تركيا حفلا بمناسبة تخريج الدفعة الثانية من طلابها في مرحلة البكالوريوس وذلك بحضور شخصيات أكاديمية رفعة المستوى نهدي هذا التخرج إلى وطنينا الحبيب إن شاء الله رب العالمين بقدرنا أن نرجع في الغد القريب لبناء وطننا الغالي معززين مكرمين بإذن الله تعالى هو الوطن لا غيره يهدي خريج جامعة الزهراء نجاحهم إلي يتوجهون إلى الاحتفاء بيومهم ويصعدون سلم النجاح وهم يحملون في أيديهم المستقبل مستقبل طالما بذلوا في سبيله أقصى طاقاتهم هنا في مدينة غاز عنتابة تركيا أقامت جامعة الزهراء حفل تخريج الدفعة الثانية من كلياتها للعام الثاني على التوالي وذلك بحضور مفتي مدينة غاز عنتاب ورئيس جامعة المدينة العالمية في ماليزيا والأمين العام لجامعة التضامن الفرنسية العربية وشخصيات رفيعة المستوى وحشد من أهالي الطلاب طبعا الشعور يعني لا يوصف نعتبر هذا اليوم من الأيام التي نفتخر فيها إن شاء الله 26 طالبا وطالبة تخرجوا من مختلف كليات الجامعة قضوا فيها خمس سنوات من الجهد والتعب سرعان ما تلاشت مع استلام مصدقات تخرجهم واختلطت معها مشاعر البهجة والسرور بكثير من الفرح حق لهم بعد عناء طويل يودع الخريجون جامعة الزهراء وعيونهم تتجه نحو مرحلة جديدة تفتح لهم الآفاق وتساهم في بنائهم وبناء وطنهم نظمت شركات تركية غير حكومية المعرض الأول التمور والمكسرات في مدينة اسطنبول التركية بحضور عربي كبير من المنتجين والمستهلكين في مدينة اسطنبول التركية أقيم معرض للتمور بمشاركة 17 دولة بينهم سبع دول عربية في مقدمتهم المملكة العربية السعودية ويعتبر المعرض الذي نظمته شركة لسيسكو ومجموعة هيتاش القابضة الأول من نوعه الحقيقة أنا كنت سعيد جدا جدا وإن كنت يعني بقول إنه وجاء متأخرا لكن يعني خير المعرض جيد المعرض الأول على مستوى العالم للتمور العربية وكما تعلم أن التمور دي يعني سمت من سمات العرب إحنا جميع عربية والتحاد جالي عربية إحنا رأي الحمد لله أول مرة شيء جيد لكن أول مرة طبعا لسه إن شاء الله كل سنة نعمل هذا المعرض التامر في اسطنبول الهدف من المعرض الذي يستمر أربعة أيام هو التعرف على التمور والفواكه المجففة والمكسرات وعرض أنواعها ومشتقاتها وفوائدها الصحية إضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة وذلك بمشاركة 69 شركة محلية وأجنبية حبينا نشارك في معرض العالمي للتمور في تركيا وهذه المشاركة الثانية هو المعرض أول مرة ولكن المشاركة الثانية حبينا ندمج أنه بضيع أن تكون في البلد تركيا بلد طيب ووفقا لمصادر تركيا فإنه من المتوقع حضور أكثر من ألفي تاجر من الوطن العربي وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية إلى المعرض خلال أيامه الأربعة التي تنتهي الأحد القادم قبل الختام مشاهدينا هذا تذكير بأبرز العنوي قصف غير مسبوك لقوات النظام وروسيا يستادف مراكز حيوية بإدلب ويوقع عشرات ضحايا تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا وترسل رتلا إلى قاعدة بين جرابلوس ومنبج المجلس المحلي في مخيم رقبان يناشد الأمم المتحدة التدخل لإنقاذ آلاف المدنيين من الموت نهاية نشرة أخبار منتصف قدمناها لكم من قناة حلب اليوم لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارات صفحاتنا على كافة وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على موقعنا الإلكتروني حلبتودي تيفي دوت نت لقاؤنا تجدد في نشرة المساء بأمان الله اشتركوا في القناة